أمام مرحلة يتبدل فيها المشهدان الداخلي والإقليمي على وقع حرب غزة التي فرضت معادلة جديدة في المنطقة يقف لبنان في مثل هذا اليوم وسؤال كبير يطرح على طاولته هل من يمثل فكرة 14 أذار 2005 بين القوى السياسية الحالية؟ كبرت الأحجام السياسية صغرت الفعالية السياسية في 14 أذار الفعالية السياسية كانت كبيرة لأنها أحتس التوازن مع حزب الله يعني على سبيل المثال حزب القوات اللبنانية كان له سبعة نواب في 14 أذار 2005 اليوم لديها 19 أو 20 نائب حزب الكتائب كان لديه نواب 2 اليوم لديها 4 نواب حزب التقدم الاشتراكي اختزل كل التمثيل الدرزي هل كبرت الفعالية السياسية لكل واحد منهم؟ لبل بالعكس أنا أعتقد بأنه عندما كانوا مجموعين في 14 أذار كانت الفعالية السياسية أكبر من فعالية كل واحد على حدة حتى لو كبرت أحجامه النيابية فماذا عن تجمع الوحدة وثلاثين الذي رفع الصوت بواجه حزب الله بأكثر من مناسبة؟ عندما وصل أكشتاين مثلا إلى لبنان وطلب الاجتماع بهم لماذا لم يكن موجود ولا نائب مسلم؟ هناك نواب مسلمين بتجمع الوحدة وثلاثين لماذا بلال حشيمي ما كان موجود؟ أشرف ريفي ما كان موجود؟ فؤاد مخزومي ما كان موجود؟ وضاح صادق ما كان موجود؟ مارك داو ما كان موجود؟ لماذا اختصر هذا اللقاء؟ وبعدها وسائل الإعلام تكلمت عن معارضة مسيحية هل اليوم معارضة مسيحية هي معارضة فعالة في مواجهة حزب الله؟ أو عليك أن تجمع كل الوطنيين بداخل كل الطواف حتى تقوم بعملية إعادة تحديث هذا التوازن مع حزب الله؟ الكل ذهب إلى استنساخ تجربة الثناء الشيعي وذهبنا حتى إلى القول نريد أن نستنسخ وأن ننشئ سنائية مارونية وأحادية درزية وأحادية سنية هذه اللعبة أدت إلى انهيار البلد إلى تكبير أحجام الأحزاب وإلى تصغير فعاليتها السياسية وتلاعب بنا جميعا حزب الله أما العودة إلى ساحة 14 أذار فتنطلق بحسب سعيد من الإجابة عن ثلاثة أسئلة جوهرية التفكير سويا مسلمين ومسيحيين حول مستقبل موقع لبنان في نظام المنطقة الجديد الذي سيلد من بعد نهاية حرب غزة ومن بعد نهاية هذه الحرب التفكير سويا إسلام ومسيحيين حول موقع حزب الله في النظام هل هذا الحزب سيفرض هيبته سيفرض ثقله على الجميع أو لا ثلاثة موقع النظام ما هو النظام الذي نريد كلبنانيين خلق نصاب سياسي على قياس 14 أذار هو ما يلزم لبنان في هذه المرحلة فحزب الله سيحاول تشكيل مشروع غلبة على الداخل مهما أتت نتيجة حرب غزة فهل يتصرف المعنيون على قاعدة البلد إلو أصحاب وبدنا نجتمع كلنا سواء من أجل المواجهة